مرحلة ما بعد فوز البنزارتية بدأها ترجي بقوة وانتصار الإقناع بالأداء وانتيج على حساب أولمبيك مدنين تحت قيادة معين الشعباني ورغم الغيابات والتغييرات بالجملة في التشكيلة مع علامة الامتياز لصاحب الثنائية البارح ماير بصغير في مشاركته الثانية كأساسي في الجهة المقابلة تنقل صعيب كان الأولمبيك مدنين خاصة مع الزاد البشري المحدود اللي على ذمت عفوان الغرب هجوم الترجي دخل مباشرة في صلب الموضوع والثنائي ساعد بجيره ماير بصغير يصنع الفرق رغم تألق حارس أولمبيك مدنيين أن يسجلسي في أول ظهور له بمريول الترجي المدفع الأيمن محمد أمين المسكيني بدوره كان حسب في المرة الأولى يوزعه بجير بالرأس كرته بجناب القايم وفي المرة الثانية يعطي كرة ممتازة في ظهر الدفاع الأولمبيك الماير بصغير اللي بمجهود فردي ممتاز يسجل أول هدف في المقابل بعد الهدف بصغير يوصل التألق يراوغ ويتسرب من يمين ويوزع للبادل لكن قبله الدفاع في الشوط الثاني المقابلة تتواصل في تريق واحد لصالح الترجي ومرة أخرى ماهر بصغير يسجل ثاني ليه وفريقه بعد تمريره ممتازة من فرجيني سيسي الترجي ما يكتفيش بالثنائية يواصل الهجوم لكن يلقى قدامه حارس متقلق وصوء الحظ اللي رفق البادري والهدف طه يسين لخنيسي لخنيسي صحيح ماسجلش لكن البرح كان وراه الهدف الثالث بضغطه على الدفاع الأولمبيك اللي يخطأ وساعد بجير مايسماحش ويحط الكورة في الشبكة الأسبقية المريحة خليت معيني الشعبين يقوم بتغييره في المرة اللولا يدخل كوم مكان فوسي نيب كوليبالي لتعرض الإصابة وفي المرة الثانية يدخل بنحتيرة مكان بجير تغيير تفعلة معه جمهير الترجي اللي طالبت من مدة بأعطاء فرصة لبنحتيرة اللي منجمش كامل الماتش البارح بديعي الإصاب ماتش البارح كان فرصة بشرينا ملعبية جدد في تشكيلة الترجي كما بالصغير اللي اخذي فرصة كاملة وأول ظهور المحمد أمين المسكي ثلاثة عين فقط على مغادرة البنزارتي الترج ينتصر والأداء يقنع الأحبة نعم متبادل حد شيء ورحاجة نحن نشكره سيفوزي على البريراد اللي عدي معنا عام كامل خدم هزينا معي الترويت شنو معها دي بان ومو معنا يخرجوا خلينا لولانين اليوم السطاف اللي موجودة كيف قاعدة يكمل خدمة نخدم فيه سيفوزي الحمد لله حبيل اليوم نعملوا ماتش كبير ونكملوا معناها بانفصلة ليه نكملوا بقبلة ريف بكتوار وبرون دماء حلو اليوم ذاك نقولي صار الرون دماء ونجدها كبيرة سيفوزي ظهر اللي خدم معنا خدمة كبيرة من الجميع ونكروا هذا حسننا برش عطنانا معنا حاجات بهين نصور كهو وفين مكتوب تصورتها ومعسي معين اتابة جديدة ان شاء الله نبنيوا على حاجات البيهين ونحاولوا نصرحوا للكوني متعنا انا ما عنديش مشكل قتلك في التراجي الوفات اللي تكون عندك سوتيان الكبيرة متع سيحمدي وسوتيان متع الجمهور مع اذا كملت مرحبا اذا ما كملتش الانترنور اللي بشي جي بشي لقى كل التسهيلات الموجودة لهوا انا ولد التراجي قلبا وقالبا استفاقة ونمبيك مدنين كانت متأخرة برش وهجومات القاد قدامها دفاع التراجي كان في مناسبة وحيدة الحال كان من قلب الدفاع محمد ريكو سدغلي اللي يصغل توزيعة الاقصائري وسجل الهدف الوحيد الفريقه في المقابلة هدف ما كانش كيفي الولمبيك مدنين اللي يدخل فترة الرح برشة مشاكل دفاعية وهزيمة هي الثانية على التويت قدمناش مقابلة كبيرة اليوم مردودنا كان متوسط لغير التراجي يستحق الانتصار متاعه كنا نجم ونعملو خير من هكا نقول فما حاجات ايجابية نبنيو عليها الفترة المقبلة فما حاجات سلبية نحاول وندركوها خاصة لنا في الدفاع ما نكوناش في افضل حالاتنا اليوم